اشتركوا في القناة 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 إن شاء الله أدهم أن يوم بسلام ببي في وكل يا بجالي نهاردة بيقول لي تفتكرني من مصلحة الأدم يومون بالرصاص رصاص لهم ليه من مصلحة الأدم يوم ببي وحرمي يوموني بس يهدي أكيد أعرف الحقيقة أما خلص شغلها أعد عليكم إن شاء الله أدهم تكون حالتوا بيت أحسن ويقعدوا في وضع عادية سلام عليكم موسيقى يعني أنت كنت معان بارح بالليل أه بس فجأة أسابني وأمشي ومرجعش تاني أه لي مش معام حاجة أنتوا أساسا كنتوا فيها كنا سهرانين في نايت كلاب مع بعض أهلا هو خدك معا أنت كمان هناك أنا مش ميت ألف مرة وطلع تحط لسانك في بققك ومتتدخلش في اللي ملكش فيه إيه الأخبار يبدح أنا جاي أعتذر لك هل ما حصل مني وكنش عارف أن الموضوع العربية هيداقك لدرجة الناس أنك تسيبني وتقوم وتسيب المكان وتمشي ما حصل فيه ناس كده لما تفتح بوقات نزل دبش أهم الحق بقوناسبة الدبش أخبار العربيات الرمل والزلط اللي محتاجة على المشروع بتاع اباسي من الدال يجيه كل مواد البنى اللي طلبها وصلت قبل معادها والمشروع شغال 24 ساعة في اليوم أيوة كده قولي على خبر يفتح نفسي على الصبح تؤمر بحاجة مسر سليمان قبل ما مامشي أه الموضوع التاني اللي كان لنا فيه أخبار مني هاخد تمامه النهاردة إن شاء الله أنا كمان محتاجة أخد تمامه النهاردة أوكي هنزل وانا هتابع بنفسي مع الأستي سامير أول باول خطوات الدعاية لحد أدهم بما يقوم بالسلامة إن شاء الله المهم خصوصا لأن الوقت قدامنا هدايق جدا عبل المنتج ما ينزل السوق ولازم المستهلك ياخد عنه فكرة بسيطة الحاجة التانية بقى اللي أنا عايز أتكلم فيها التوكيل العام اللي ساعتك عملته لرفق بيه اسمح اللي أنا هستخدمه علشان أخلص بعض إجراءات الشهر العقاري وهيئة الرقاب على الصدرات أنا كده خلصت كل عندي ها أي أمر تاني يا سعد بيه؟ تماما أسات الليوة أي بس لسه مسمعتش رأي سعد بيه؟ في إيه؟ لا ده أسات الليوة بس كان بيستازن في شوية إجراءات روتونية كده علشان اتفاق مليزي يبقى قانوني وفعال في مصر على بركة الله أنا مفاولك في النقطين طيب فيه نقطتين تانيين ممكن أتكلم فيهم إذا سمحتولي يعني النقطة الأولنية خاصة بالزابط اللي بيتابع قضية الدالي الصغير هو أكلمني باعتبار إن أنا بتابع معا الموضوع يعني وقالي إن فيه شهود عيان شافوا الدالي الصغير في نزلة السمان في نزلة السمان؟ لو سعدتك تفتكل في المكالمة اللي تكلمها الدالي الصغير أو في شهدته مع الزابط لما رجع بالسلامة قال إنه سعاد كان بيركب حصان وسعاد بيركب جمل طبعا هم راحوا عمل تحريات في نزلة السمان لأن المنطقة دي مشهورة بالحسنة والجمال بحكم قربها يعني من الهرم ومن التحريات ومن الشهود أعرفوا إن الدالي الصغير كان موجود هناك المهم وصلوا لإيه في التحريات؟ واضح إن الست اللي كانت خطفاة كانت بتلبس بروكا لأن الناس قالوا إن شعرها أصفر وناس تانين قالوا شعرها إسل بس الحقيقة هم مهتمين جداً وإن شاء الله حيقبودوا على الخطف الدالي في أقرب وقت والنقطة الثانية ست اللي هو موضوع عدهم بيه؟ ياريت حد يبلغوا إنه ما يتكلمش مع النيابة ولا البوليس إلا لما عدوا ياه ونشوف هنتفق على إيه ويقول إيه في موضوع ضرب النهار ده فعلاً معك حق وعموماً أنا مش هسيبه وإن شاء الله بعد ما خلص الإجراءات بتاع منتجات ماليزيا أنا حطمّنكم على الأخبار أول بأول اسمحوا للسازن؟ فرضا معدي يا زمان يا سعد ما قولي يعني أن تيجي وأنت في الظروف اللي أنت فيها دي كنت تستانيت في البيت أحسن؟ ده كلام عرفي الشغل مال ومال الظروف أيها الأخرى في الجدول فضل تقشر تيما أيها تمام مالك يا هبة هنا أنا جميس الحمد لله لسه في حالة تانية؟ مش فاضل غير انت صغيرة هنا عن اعلام بتاع الشركة اللي حينزل في الجرائد عن التأشيرات علشان اللي عايز يحجز عندنا فضل حضرتك حتقدار يتسوقي ولا جاوزها لحضرتك متشكرة انا عارف اسوق لحد البيت دول مجرد شوية تسدعها لا الف سلامة لحضرتك